السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر ديزاد اليوم الحصة تتعنا وهو كابوس الإصابات يلاحق بالماضي قبل موعد الهام يعني النيجر سليماني بن عمري رسميا يا غيبان عن مواجهة النيجر يعني كاللعابين يعني شوف هي هو بالك بن عمري بالك بالماضي يشوف بن سبعيني ويشوف بن عمري يمكن بن عمري بن سبعيني ما تنجمش تعرف وخاتش علهم الإصابة تعوش ويا معقدة مهم رأى عندنا فارس إلا ينجم يجيب فارس فارس كيف فارس أو كاللعابة كيماز دادقالي فارس دادقالي فارس دادقال هذو لازب قادر يجيب لعابة يسييهم ويخليهم يشوف الجاهزيات تاحهم يشوف المستوى تاحهم مع المنتخب الوطن يشوف زروقي يشوف زروقي يجيب زروقي يعطيه فرص فريسات يشوف يشوف تنجم 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 يسح اب國家 تدعم أعلان الأنضاع أنت تلكي zastائف.. websير ت focusing on the net إلى الجزائد تتتطورل تطور أص younger people أو ربanch 요غير أنت تتطور من القبيل ت espera الأنضاع مهربية حتى ننهازمه ونعرفه القيمة التعنام اخو يو يخرجو وطنيين يكره جمع بالماضي بغي يخسر بغي منه تخسر ما شاميكال بس تعاوى ترتب البيت تخسر ما شاميكو بس تعاوى ترتب البيت التيعك المالي انا هنا اذا كنت نحوز على مصرحاتهم ينبغت ما شاميك ترتب البيت ينبغت ما شاميكال يحوز على المصلحات لان ترى من يحتاجك اسمع ابو تريكبكا اسمع طارق الدياب اسمع شاب علامة اهدر محلل تيتوارا في قناة محلل قنت محلل سجرة رامي غضر علينا وإحنا بيشار عصا وإحنا من وإحنا من يعني يتنتفخ تحمق لك تحمل وتطرتك تحمل وتطرتك إن شاء الله بربي الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي أنا أقول لكم الحمد لله يا ربي قاعد الهضراء والحمد لله يا ربي قاعد على بالي شتاكي على بالنا بلي استوقط رامه نعم كما هكذا استوقط كما هكذا استوقط تعنا باش يكون على باره وإن يقترب موعد عودة المنتخب الوطني جزيلة أجواء منافسة رسمية من خلال استئناف تصفيات كأس العالم عندما يلقي أشبال المدرب جمال بالماضي منتخب النيجر شهر أكتوبر المقبل في مناسبتين ضمن الجولة الثالثة والرابعة لحساب المجموعة الأولى إلى أن وضعية اللاعبين الصحية ستكون مشكل حقيقي للطاقم الفني في ظل تولي الإصابات في صفوف اللاعبين الخض واحتمالات كبيرة لغياب عدد من العناصر المهمة في تشكيلة أبطال إفريقيا وحمل الجولة الماضية من مختلف البطولات الأوروبية والخالجية أخبار غير سارة للمنتخب الوطني والمدرب جمال بالماضي بعد تولي تعرض عدد كبير من لعابين للإصابات ومدافع قطر قطري جمال بن عمري الذي يعاني من إصابة خاطرة على مستوى العضلة الخلفية للفخص ويرجع أن تكون تمزق عضلة يامس من أهدر تخرج بعد حمسوابين وعند يوتيفين ونسا تعايروا معه يعايروا فيان ونور معه انها خطيت لها كثير محاق صغير محاق صغير ومشي دي شيرير الاخ أن نت مُكسمون بن بن عصر خلص بن عصر منها دي شيرير دي شيرير صعيبة لحمايتها قطعة سمي محامل دي شيرير صعيبة رأيه اشدد ورأيه وصلت هذه اللي ما يديرش على الرأي ناس ولا تضحك على جماعة بالماضي قلت لك ناس يضحك عليك ومكاس صحافي اللي قال لك ما تجيبش لعابة ومكاس 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 وشكت السكتو علي خليه تيدخل في حيط وكي تدخل في حيط يجب دو يخلك وفي حال ينتبه لك هذا الخملج فقال لك لا تقرأ عليك سوف تدخل في حيط في إتاليا يقول لك لا يسمع لا يسمع يقول لك يقول لك ثلاثة وثلاثة وثلاثة يقول لك أو يقولون للشعب على ما نجيبوا سيلاحابه و يتخلون للحديث و يقولون يمكن 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 إلكس يمكن 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 أولي هلوك تتعينوا فيهم يقولوا ليس لدينا أتكافلين اكتفاء ذاتي أولي قلت لكم هل تتعين لكم غالطين هذي تاع عندكم مكاه هذي بطولة جواري التبليسة لكم كنا نقولوا فيها اليوم تقولوا الهدرة فكتوا تكذبوا فينا و تضحكوا في الغاسي علينا اليوم تقولوا الهدرة فكتوا عن المصاروه يجبون فيكم و يجرون فيكم و يجرون فيكم و يجركون فيكم و تدأب ايه وأن اللعاب سيغيب وأن أخبار جاءت من فرنسا كذلك حول حالة صحية للهدف الخوض الإسلام سليماني اللعاب نادي ليون حيث كشفت وسائل إعلام فرنسية أن اللعاب سيغيب عن فريقي لمفترة طويلة نسبين وهو ما يعاني غيابي أيضا عن مواجهة النيجر يوم 8 و 12 أكتوب حيث وقالت صحيب اللعاب سيغيب سيغيب عن حساب ما تضعها في السيت عندهم في ليون إلى 6 أكتوب حيث سليماني يكون واجد سيضيع سليماني مواجهتين أولمبيك ليون الفرنسي مقبلتين إذا سيغيب هدف المتخب عن مواجهة نادي في مواجهة أوروباليك نادي الدنماركي بعد غد الخامس في الجولة الثانية من دور المجموعات والتغييرات في قائمة تربص أكتوب وعدة أسماء مرشحة للعودة وأن أقولوا بالكابوس على الإصابات منذ بداية موسم جاري بدلل تعرض عدة لاعبين لهذه اللعنة على غيران يوسف عطال نجم نادي نيس ورامي بالسبعيني نجم نادي الألماني وصفيان في غولي نجم قلطة سراي وإسماعيل بالناصر نجم نادي ميلو قبل أن تتولى مؤخراً بانضمان كل من هشام بوداوي رمزي زروقي وجمال بن عمري مدافع نادي قاطر قطري وإسلام سليماني وهي معطيات التي ستؤثر على حسابات جمال بالماضي مع اقتراب موعد مواجهتين النيجر في تصفيات مونديار ما يعني حدوث تغييرات على مستوى القائمة المعنية بممبرتين ومن مرجع أن تشهد قائمة الخض معنية بتربص الخض يعني ضد النيجر بعودة بعض عناصر التي غابت عن أول جولتين من تصفيات بداية الشهر الحالي أمام منتخب جيبوتي وبركير نافاسو حيث من منتظر أن تشهد عودة ظاهير أيصر لفريق جانوى الإيطالي محمد فارس بعد غياب منذ فترة عن محاربين أنه لا يقوم موجودين لكنه أمامbread أنه مدivotين ما شامل لي شاء رفض هذا مجلس التجامل لي شمعكم Beacon للمين اكبر من الميلي ش terrorists ايه ما كمهود ايه سكموا باريتاز سكموا باريتاز تيراك تطلعوا كل مهود بشويه عليكم مهود لكم قابل ندواركم قادة الشكيمة هذه بهدلتونه